اشتركوا في القناة حزين فقط يعني سبحان الله العظيم يعني في رؤى الميت انا عملت فيديوها كتير جدا فيديوها كتير جدا فياريت ما لقيش تعليق مخالف للموضوع عندك اي تعليق ارجع للقناة هتاقي اكتر من عشرين فيديو عن الميت فالرؤية النهاردة اللي هلف حواليها النهاردة هي رؤية ان الميت اشوفه في المنام زعلان هذه الرؤية بالنسبة للبنت العزبة الليها ثلاث معاني لما تشوف ميت معروف زعلان وفي فرق ما بين اشوفه زعلان واقف في جنب كده وزعلان وفي فرق ما بين اشوفه زعلان مني دي هنجيلها دلوقتي فرؤية الميت زعلان هذه الرؤية تدل على ان هذه البنت العزبة طبعا هي صاحبة الرؤية انها مقصرة في حق ربها هذا المعنى الاول اثنين انها مقصرة في حق هذا الميت لان انا قلت في البداية ميت هي تعرفه فهو اب زعلان منها مقصرة في حقه يعني يعني من الممكن ان هي ما عليش بتدعيله بطالة تخرج صداقات له الى اخر هذه الامور ده المعنى الثاني المعنى الثالث لما تشوف البنت العزبة الميت زعلان هذه رؤية تحذيرية تنبيهية ان هي بالفعل وقت رؤيتها لهذه الرؤية هي بالفعل تأخذ قرار خاطئ في امر مهم في حياتها فلما تشوف الرؤية دي ينبغي ان تنتبه اذا ما كانتش مقصرة في حق ربها وما كانتش مقصرة في حق الميت لانها تعرفه يبقى المعنى الاخير اللي هو رؤية تحذيرية تنبيهية انتبهي للامر اللي انت قائمة عليه وقت رؤيتك لهذه الرؤية نفس الرؤية للمرأة المتزوجة لكن شفته حزين وبيبكي هذه الرؤية تدل على ان هذا الميت يحتاج للصدقة والدعاء رؤية المرأة المتزوجة ان الميت حزين وتعبان او مريض هذه الرؤية لها معنين معنى خاص بيها هي ومعنى خاص به هو المعنى الخاص بيها هي قد تدل هذه الرؤية على تعبها وليس شرطا قضية التعب انها تبقى مرض دي ممكن ان التعب دي يكون تعب مشقة تعب مسئولية مثلا يعني لكن في قضية التعب بالنسبة للميت وده الشق اللي يخص الميت انه تعبان يعني تعبان في الاخرى محتاج ايه يا دعاء يا صدقات رؤية المرأة المتزوجة ان الميت زعلان منها هي هي شافت في المنام ان الميت مش زعلان وخلاص لا ده زعلان مني انا هذه الرؤية تخصها هي رؤية تحذيرية تنبيهية انها تفعل فعل خاطئ او تتخذ قرار خاطئ في امر مهم للغاية في حياتها رؤية الرجل المتزوج ان الميت زعلان منه او غضبان هذه الرؤية تدل على انه يفعل افعال سيئة للغاية مش قضية قرار خاطئ لا هو يفعل افعال سيئة رؤية المرأة الحامل ان الميت زعلان عليها مش منها هذه الرؤية تدل على مشاكل في الحملة وقيل انها تفعل ما يغضبه احنا اتفقنا بالصرط الاولاني في اول الفيديو ان احنا بنتكلم عن الميت المعروف مش المجهول رؤية الشاب بالاعزب ان الميت زعلان هذه الرؤية تدل على وقوع مشاكل له ومع شديد الاسف يا جماعة خلي بالكو ان الميت القريب يشعر بي الميت بيشعر باهله بيشعر اذا كانوا في حزن او اذا كانوا في فرح يا حقيقة الموضوع ده مش موضوع تفسير احلام ده ده موجود حتى في الشرع عند علماء الشرع الكلام ده مذكور في كتب شرعية احيانا رؤية الميت ودي اخر رؤية بالنسبة للشاب بالاعزب ان زعلان هذه الرؤية تدل له للشاب على تفريج الكروب ان شاء الله تبارك وتعالى لو انه مكروب او عنده كر تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة